احتفلت البطرياركية اللاتينية والمعهد الكليريكي بالرسامة الكهنوتية لابنها الشماس باسل حنة برانسي وذلك في قداس احتفالي ترأسه غبطة الكاردينال بيرباتيستيبات سبالة بطريارك القدس للاتين في بازليك البشارة الناصرة شارك في القداس والحضور عدد من المطارنة والكهنة وراهبات وطلاب المعهد الكليريكي وذو الكهن الجديد وأصدقائه وجمع غفير من المؤمنين وبعد اعلان الانجيل قدم رئيس المعهد الكليريكي الاب برنارد بوجي طالب الرسامة الى غبطة البطريارك معلنا رغبته العلنية بقبول دعوة الرب ونعمته وفي ختام القداس دعا غبطة الكاردينال الكهن الجديد لان يدخل في خبرة الوحدة والمحبة وان يكون قلبه كقلب يسوع المسيح ومتحدا معه